السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي دي رسالة الملايكة ليكم النهاردة رسالة تشوفها في اي وقت هي لك باذن الله لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت طيب رسالة النهاردة بتقول ايه غير من نفسك طور من حالك اعمل شيء جديد في حياتك حاول ما تستقرش على شيء معين وتمسك فيه بايدك وسنانك يعني حاول تطور من حالك في كل شيء يعني غير من طريقتك في الحياة غير من اسلوبك اللي انت ماشي به غير من نمط حياتك اعمل شيء جديد تخلي الكل يتفاجئ يعني التغيير ده هيكون في صلحك انت لو حاولت تغير او ما تمشيش على روتين معين عشان الروتين اليومي اللي على طول ماشي عليه ده حاول تغيره جدده هتتجدد معاك تقطك يعني كمان يعني انا النهاردة مثلا لأ بخلص الاكل بدخل على المطبخ بعمل كذا بعمل كذا ما بروحش حتة بدان يقاعد اتفرج على المسلسل اعمل معرفش ايه لايك الكلام ده ما ينفعش لازم تغير من حالك شوية غير من تقطك انزل اتمشى اتفرج على شوية حاجات حاول وانت ماشي في الشارع كده تذكر ربنا وانت ماشي يعني غير من طريقة مودك في الحياة غير طريقة تفكيرك في شيء هنا لازم يتغير فيك في حاجة انت ماشي على نمط معين اللي هو ما بيتغيرش لأ انت لازم حياتك تتغير لازم تعمل شيء تغير من نفسك انت عارف بقى الروتين اللي انت ماشي عليه ده حاول تعمل فيه في يومك حاجة جديدة تاني يوم مش لازم تعمل نفس الحاجة اللي عملتها تغير اعمل شيء تاني حاول تغير من روتين حياتك علشان التغيير ده هيكون لصالحك لانك باذن الله هتجذب شيء كبير جدا انت عاوزه ومحتاجه لحياتك وفيه نعمة كبيرة جيالك باذن الله من عند ربنا بس بعد ما يحصل التغيير الايجابي في حياتك واول شيء تغيره هو طريقة تفكيرك عشان فيه هنا ناس بتفكر بطريقة سلبية كتير وبتجذب الحاجات السلبية لنفسها فانت بنفس الطريقة اللي بتفكر فيها انك هتفشل فكر انك هتنجح وزي ما قلت لكم ذلك بان الله لم يكن مغير نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله ساميع علي طيب انتم لازم تغيروا شيء روتيني ماشيين عليه على طول حاولوا تغيروا الروتين ده في حياتكم علشان نعمة ربنا بإذن الله توصلك لانك الروتين اللي انت ماشي عليه يوميا ده وما بتغيروش بتوقف معاك حاجات كتير جدا من الطاقات الايجابية زي مثلا طاقة المال طاقة الحب طاقة السعادة فانت زي ما انت كل يوم في نفس الموال فلازم تغير اعمل اي شيء جديد مثلا النهاردة ما تأملتش اعمل تأمل في نفس اليوم ده مثلا غير من موت شقتك اعمل مثلا غير نقل العفش مثلا انقل القوضة دي في مكان دي غير مكان السرير نظف رش ملح اللي هو اغير طاقة المكان مع طاقة جسمك واقف في البلكونة بالليل وخد شهيق ببطء وزفير ببطء وحاول تفكر في الشيء اللي انت عاوزه بإذن الله هتلاقي صداع جالك بسيط جدا بين العينين والصداع الخفيف اللي بيجي بين العينين ده دليل على فتح البصيرة عشان ربنا يوجهك على الشيء الصحيح والطريقة الصحيحة وكمان جيالك رسالة تدرع تدرع لله فإنك بإذن الله من الناس المخلصة في عبادتها وحاول تقرب من ربنا أكتر من كده في ناس هنا بعدت شوية عن الطريق المستقيم يعني في ناس كانت بتصلي وزي ما تقولوا كده بقت تقطع في الصلاة طبعا مش كلكم مع أننا يا جماعة في شهر رمضان المفروض أنكم تقربوا أكتر يعني أنا عاوز أقول لكم أن أنا مش عارفة أعمل أكتر من رسالة في اليوم ويمكن برفعها اليومين دول على القناتين علشان من كتر مثلا العبادات والذكر والتسبيح وصلاة التراويح والحاجات دي كلها يعني في رمضان بتزيد مش المفروض تقل فإحنا علشان بتزودوا كل سنة وأنتو طيبين كمان عزيم رمضان مش مخليه حد فاضي فمش عارفة أعمل أكتر من رسالة في اليوم لكن مثلا أنتم لو في أي حد فيكم بيفضى المفروض تتزودوا في العبادات يا جماعة مش تقللوا إنه شايفة ناس هنا بعدت وناس برضو قربت يعني في ناس بتحاول تزود والطيع زيادة وفي ناس هنا رسالة ليهم بأنه هم يعني قربوا من ربنا شوية وما يقطعوش في الصلاة يا جماعة وما يهملوش في التسبيح حاولوا تقربوا من ربنا وتتضرع لله وتدعي كتير ادعي بكثرة علشان الدعاء في رمضان ما شاء الله عليه في أوقات كتير فيها دعائك مستجاب حاول إنك تدعي كتير لربنا وإن شاء الله دعائك مستجاب يا صاحب الرسالة وزي ما قلت لك تغير من طريق تفكيرك قبل ما تغير حياتك ومودك كله إن رسالتك هنا بتقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا حاولوا يا جماعة إنكم تطيعوا ربنا وتسقروه حق ذكره وتعبدوه حق عبادته طبعاً ما فيش ولا واحد فينا هيعبد ربنا حق عبادته ولكن حاولوا ويجهدوا علشان خاطر ربنا يرزقكم ما تتمنوه وكمان خوفاً من الله وحباً فيه علشان أنت إنسان كويس ربنا بيحبك وبعتلك رسالة تريح قلبك ورسالة توجهك للطريق المستقيم حاول يا صاحب الرسالة تغير من حياتك ممكن تغير من محيطك كمان يعني أنت لو محاط بناس سلبية حاول تغير من محيطك ده لو أنت قاعد معهم الوقت كله حاول تبعد عنهم ولو نص ساعة تمشي بعيد عنهم من البيت علشان تغير تقتك ومودك كله وإن شاء الله اللي أنت عاوزه بإذن الله ربنا هينفزه لك لأنك إنسان قريب إلى الله وربنا بيحبك ربك عالم باللي أنت فيه وربك حاسس بيك وربنا بإذن الله هيبعت لك المدد بس أنت طول ما بتصلي قول مدد يا رب مدد مدد يا الله مدد اذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقول المدد والعون من عندك يا رب وإن شاء الله ربنا يمدكم بألف من الملائكة مرضفين إن شاء الله ربنا يمدك بمدد من عنده ملائكي مدد إلهي يساعدك في كل أمور حياتك بإذن الله أنت إنسان قريب من ربنا لأن قلبك صافي وقلبك أبيض وكل اللي أنت فيه بإذن الله هتطلع منه كمان فيه رسالة لشخص غايب عنكم الشخص ده هيرجع بإذن الله فرسالة اطمئنان لك إنك ما تخافش لأن الشخص ده راجع وما تقلقش عليه لأنه هو بخير وإن شاء الله رجعلك فيه هنا طاقة انتظار وطاقة اشتياء لشخص وهو بإذن الله رجع لكم وما تقلقوش خالص وتمنوا قلبكم فإن ربنا معاكم ومع اللي أنتو كمان بتحبوهم يعني أنت لو بتحب إنسان أو بتدعيله بالشيء الكويس ربنا بيردلك الدعوة دي لك والغيرك وكمان بيحفظ لك ما يحبه قلبك أي إنسان بتحبه أو عزيز على قلبك وبتدعيله بالخير ربنا بيحفظه لك بإذن الله بسبب طبتك ودعواتك الجميلة ربنا بيحفظ كل إنسان عزيز على قلبك زي ما أنت بتقوله أنت في حفظ الله بيحصل الحفظ من عند الله فعلا وربنا بيحفظ لك الشخص القريب على قلبك ده فإنت ما تقلقش وإطلع من طاقة الانتظار علشان الشخص ده راجع بإذن الله وحاول إنك تتدرع لله وتسجد شكرا وحبا في الله أنا خلصت رسالة حبيب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته